أهلاً عليكم وأهلاً بكم مشاهدين الكرام أعلن رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانونية المدير التنفيذي للانتخابات النيابية والبلدية المستشار عبدالله بن حسن البوعينين أن العدد النهائي للمترشحين قد بلغ 433 مترشحاً لنيل عضوية مجلس النواب والمجالس البلدية البوعينين قال إن هذا الإعلان النهائي يأتي في عقاب انتهاء المحكمة المختصة محكمة الاستئناف العليا المدنية من الفصل في كافة الطعون المقدمة إليها في قرارات اللجان الإشرافية والتي بلغت 18 طعناً وما سبق ذلك من فتح المجال أمام المترشحين في تقديم طلبات التصحيح والاعتراض في اللجان الإشرافية وأشار إلى أن العدد النهائي للمترشحين لنيل عضوية مجلس النواب بلغ 278 مترشحاً في حين بلغ عدد المترشحين لنيل عضوية المجالس البلدية 154 مترشحاً بالإضافة إلى العضو الفائز بالتسكية بلدياً وهو ما يشكل العدد الإجمالي للمترشحين والبالغ 433 مترشحاً وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب على أن تعرض الكشوف النهائية لأسماء المرشحين كل في مقر دائرته الانتخابية وتعلن هذه الأسماء في إحدى وسائل النشر المحلية وكان البعينين أعلن منتصف أكتوبر الماضي القائمة الأولية للمترشحين والتي بلغت 493 شخصاً ممن تقدموا بطلبات ترشحهم إلى اللجان الإشرافية لنيل عضوية مجلس النواب والمجالس البلدية منها 322 طلبات ترشحين لعضوية مجلس النواب في حين بلغ عدد طلبات الترشح لعضوية المجالس البلدية 171 طلبات ترشح حول الوضع الانتخابي معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي صلاح الجودر لإلقاء نظرة على تطورات المشهد السياسي مساء خير أستاذ بداية كمراقب للمشهد السياسي ما هي قراءتك لهذا الزخم في عدد المترشحين للانتخابات النيابية والبلدية بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أعتقد أن هذه هي التجربة الرابعة من عمر الاستعقاق الانتخابي بدأني في سنة 2002 العمل أو الانتخابات بشكل عام هي قافزات كبيرة وان كانت طبعا السنة كان عندنا تحدي كبير في خضية المشاركة أنا أعتقد أن العدد الكبير اللي دخلوا في الاستعقاق الانتخابي يؤكد على قوة الانتخابات القادمة بخلاف ما كان يطرح في السابق أن هناك لربما يكون في نوع من المقاطعة أنا أعتقد يتبشر خير هذه الحصيلة اللي أعلن عنها الدار الانتخابي أو الإشرافي على 433 على المستوى النيابي أو حتى البلدي أنا أعتقد بندخل في مرحلة واستحقاق الانتخابي جديد يؤكد أن الشعب البحرين بكافة مشاربه وتوجهاته يؤكد على التمسك بالحق الدستوري وهو حق يكفل الدستور حق كل المترشحين كذلك أنها تؤكد أن البحرين تسير بنهج مختلف عن كل دور المنطقة عموما اللي اختارت النهج الديمقراطي في المشاركة وهذه مكسب كبير لكل من يتابع الشأن السياسي في منطقة الخليج اليوم يجد حقيقة أن الشعب البحريني مصر على النهج الديمقراطي مصر كذلك على التعاطي السلمي في صنع القرار نعم طيب أستاذ صلاح بالنظر إلى العدد الكبير للمترشحين لهذه الانتخابات 433 مترشح هل بضرورة أن يستتبع هذا العدد زيادة أيضا في نسبة عدد المصوتين يوم الاقتراع؟ هو بلا شخص يعني العدد الكبير اللي يدخلوا فيه بخلاف التجارب الثلاث أو الانتخابات الثلاث اللي 2002-2006-2010 لأن هذا العدد هو بحد ذاته اليوم بحكم أن احنا التصاقنا مع الشارع البحريني في كل المناطق سوى البن وحتى القرى ندخل فيها نجد أن هذا العدد هو يدفع الشارع وبدت الناس تتحرك يعني إذا كنا نتكلم عن تحفظ بعض المواطنين في قضية أداء المجالس السابقة بدت نسبة التحفظ اللي يوم تتحرك اللي خاصة أننا وجدنا في نسبة كبيرة من الشباب وجدنا نسبة كبيرة من الوجوه الجديدة اللي ممكن يعني تقدم بالإضافة أن في قراءاتنا حق الساحة اليوم وجدنا تحد الكبير من المرأة البحرينية باختلاف توجهات أو حتى التخصصات هل نستطيع أن نقول أن هناك تغير في واقع الوعي الانتخابي لدى المواطن؟ بلا شك إحنا أربع سنوات دخلنا فيها الحين أقول أربع أربع تجارب هذه التجربة وهو عمل تراكمي طبعا التجربة هذه تدفع المنترشعين سواء حتى اللي دخلوا في التجارب السابقة والجدد اليوم إحنا نصنع جيل أنا أعتقد خلال سنوات قليلة الجيل بدأ يفهم العمل الانتخابية بدأ يفهم أهمية المشاركة المشاركة الإيجابية يعني الدخال في تجارب سابقة بدأنا نحن نتعلم في التجارب وبدأنا نقطع عشوات كبيرة وتحدي أكبر أنا أعتقد هذا العدد الكبير اللي دخله واليوم يعطي فرصة حق الناخذ أنه يدل بصوته وأن يكون أمامه خيارات أكثر عند الإدلاء بصوته شكرا لك الكاتب الصحفي صلاح الجذر